هذه المشاهد تثير الأساء والاستغراب معاً وتجسد حجم معاناة الطالبات اللواتي شاءت أقدارهن بالسكن في هذا المكان الأقسام الداخلية لطالبات كليات التربية للبنات والطب والتمريض في جامعة تكريت تبدو بهذه الصورة البائسة بسبب عدم أغلب مستخزمات العيش ففي هذه القاعة الصغيرة التي كانت تستخدم للأنترنية تسكن أكثر من 43 طالبة وإن العدد في تزايد مستمر الطالبات ناشدنا وزير التعليم العالي لقبول الاستضافة في جامعات أخرى قريبة من محافظاتهن هذا المقال يستوعب 26 ابنياء حالياً سوصنا 43 ابنياء حتى يلقع لا يكفي النام برحلة مصيبة لا يمكننا ننام الليل من وراء الذبان والبق والحساسية كل شيء عزنا لا ترابي لا لوكرات لا ثلاجات لا مكان مال دراسة لا قاعة دراسية ندرس بيها بارد الدنيا ليه يعني موان ندرس أعدادنا هواية يعني بس نطلب شغلة أنه يفتحون الاستضافة لباقي الجامعات المعاناة ذاتها في أقسام الطلاب التي تقع داخل مقر الجامعة فالنوم على الأسرة بهذه الطريقة البائسة أما الصحيات فتبدو بهذه الصورة يعني أكو حتى شربيات ما كنوا يعني شنسوا نحن نرفع تشرباية ونحط جواها أربع بلوكات حتى واحد يخش جوا يعني من قدمة الزخم رئاسة جامعة تكريت بذلت الجهود وفق إمكاناتها الذاتية لمعالجة المشاكل وقد أرجعت الأسباب إلى الضائقة المالية وتدمير أغلب بنايات محافظة صلاح الدين منها الجامعة نتيجة العمليات الإرهابية كما أن الجامعة استقبلت أكثر من ضعف العدد المطلوب في الأخسام الداخلية ورغم هذه الصعاب تمكنت رئاسة الجامعة من الحصول على أكثر من مئة كارفان لم تستخدم حتى الآن لأنها بحاجة إلى دعم مالي من الأخيار والجهات المختصة لإنهاء هذه المعاناة نحن جادين على إيجاد الحلول من خلال نصب كارفانات متحركة من خلال المبالغ المتوفرة في الأقسام الداخلية وسوف تشهد الأيام القليلة القادمة إن شاء الله نصب مثل هذه الكارفانات هي هي الاستقبال ما يقارب 5300 طالب اليوم أتانا في المرحلة الأولى ما يقارب 8000 طالب و500 فرقت 3000 طالب الأوضاع السكنية للطلبة والطالبات في جامعة تكريت لا تسر عدوا ولا صديق ولم تصل إلى هذه الحالة لولا الضائقة المالية والخراب الذي أصاب المحافظة عموما من الأقسام الداخلية لجامعة تكريت بمحافظة صلاح الدين حاد العمبغي الحراء